حلقة قياسيات اليوم بنتكلم عنها عن أرقام قياسية جابتها سلسلة أنشارتد المعروفة على البلايستيشن خلونا نبدأ أكبر عريضة قد تمت ضد مراجعة للعبة كانت الأنشارتد فور في سنة 2016 في وقتها جابت اللعبة تقييم عالية جدا من أغلب النقات مدحوها بشكل كبير ما عدا صحيفة The Washington Post عطوا اللعبة تقييم أربعة من عشرة لكن اللاعبين سووا عريضة شارك فيها 9485 معجب وكانت ضد الصحيفة الأمريكية عشان تغير التقييم لكن ما غيروا التقييم أبدا أغلى فقر للعبة كانت شخصية نيثن دريك وتم بيعه في مزاد على موقع إي بي واشتراه معجب مجهول بمبلغ 4250 دولار الفقر تم تصميمه من شركة ESC Toy على وقت إصدار جزء الثالث وكان موقع من فريق تطوير اللعبة أسرع تختيمة للجزء الرابع كانت من اللاعب المكسيكي عمر زاركو وخلصها في ثلاث ساعات و44 دقيقة و56 ثانية وكان يستخدم اختصارات كثيرة وثغرات عشان يخلصها بهذه السرعة أندر نسخة خاصة من لعبة بلايستيشن 3 كان من نصيب أنشارت 2 Among Thieves وكان ما فيه إلا 200 نسخة بس للاعبين في أمريكا وبعضهم كان يبيعها في إي باي ب 721 دولار والنسخة كان فيها اللعبة طبعا ودليل اللعبة وتمثال لخنجر فوربة وكانت النسخة موقعا من المطورين يعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة